موسيقى مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك الاعجاب وتعليق جميل مثلك بن سيابيه محب ليه بهذا الاتقام موسيقى ترى اليوم كله ما اطلعنا من الاوتيل فعلا الاوتيل رائع بدك بس تتأمل موسيقى 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 شكرا جزيلا نبي نبدأ نبدأ على الأسعار مثلا صديقي هذي مثلا كم هذي على تسعمية وخمسين يعني هنقول ستة وعشرين دينار رجالي وين رجالي مثلا هذي كم سألها الأسعار ألف وثمانمية يعني لا غالب باربعين دينار تغريبا مثلا السعر عطني سبعمية هذا أزرق ماجوريل أزرق ماجوريل فهم الزواخ المعلم وصفيفة بليد سفيفة بليد سوف تترك موبيلية وزواختها المعلمة المحلات هذي كلها موجودة في ساحة جامع الفنة مني متعة صراحة وخصصا اليومين الجو حلو عن تجربة أشوف أن الدينة أغلبها أوتدور أغلبها مكان مفتوح أغلبها جلسات خارجية من أسواق من أماكن تزورها مثل بصور وغيرها من حتى مطاعم فما أنصح بالصيف وجهة نظري أتوقع أن الجو حار بالصيف ما تصلح أبدا المغرب أو مراكش بالصيف لأن كل مكان كلها أماكن خارجية الجديد فحلات تستمتع فيها بالأجواء هذه ها ترقصها يلا رقصها رقصها شوف شوف هي شون برقص أخي والله شيء قوي جدا 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 أن البلد كلها منطقة مراكش كاملة كل الحوائط البيوت القصور كل شيء باللون الأحمر هذا القصر والترتيب والإبداع هذا كله قبل حوال 180 سنة هذه يسمونها الزليج النقشة هذه أو طريقة البناء هذه يسمونها الزليج ومشهورة فيه هنا المغرب أنا ما أدري رقموا واحدة واحدة مثلا هذا خشب يقول لي من السدر يقول فيه شجرة اسمها السدر ما يدري إننا نحن نمون عليها هذا كلها من خشب السدر بس والله يمبطعين فعلا قصر بس والله يمبطعين أمامه لسية هي سلام من ضرر شجرة البرتغال. ما شاء الله تبارك الرحمن. عد سبحان الله يقول لك هذا البرتغال مل الأكل. بزينة بس. ظهر الشجرة يقولون مرة. بس شكلها جميل. توقف شوية تذيب تتأمل. طالع تقول المعقولة هذا خشب. هذا حين. هذا شنه. والصدمة ان هذا الموضوع قبل مئة وثمانين سنة تقريبا. شو شو شو. الفوق هذا خشب. يشوف في قصر هذا اسمه قصر الباشا القلاوي. هذا حمام من قبل مئة وثمانين سنة. المقصود فيه ان مثل البخار. عرفت السون البخار حاطين زجاج. تحت. في عمال يحطون له حطب. ويولعون النار. وهني الماء. تخيل انه فيه ماء وبايبات. اللي اشبه بالبايبات. هذا قبل مئة وثمانين سنة. اه. وتسخين الماء هنا مع بخار. في المكان كامل. هذا كله متى. قبل مئة وثمانين سنة. شوف شلون. هذا عشان الحطب يحطونه تحت. في عمال تحت تشتغلون. بس عشان الحبيب يسوي حمام بخار. تخيل هذا بيتك. انت ساكن هنا. وهذه الحديقة. اخي ابدأ. شوف داخل شنون الاشكال والزليج والنقوش. وهذه المنطقة هي منطقة الخدم عندهم. ما فيها ولا اي اكسسوارات. ابيض. هذا من المطبخ. والخدم في القصر. هذا المكان. اللي ما ادريش صراحة ليلحيم ما ادريش انه. اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المغرب يا اخي الابواب ما توحي عن هذب القصور بالفنادق بالمطاعم الباب ضيق جدا المكان شاسع اسمع اسماتيك في الصوت العصافير الريحة هذا اللي هو روز مري أو أكليل الجبل ريحة قوية قوية وبعد توراش شماي اغلب السياحة هنا في مراكش أوروبيين لاحظوا هذاك قروب وكلهم تقريبا يجون على شكل قروبات لان الرحلة تسير بطابعة شوية ثقافي قلاع قصور أسوقة شعبية وهذا اللي يدورون الناس هذه الأسوقة الشعبية بكل مكان تمشى في قصر البديع قصر الدولة السعدية اللي كانوا يحكمون المغرب هنا قبل الدولة الحالية اللي قبل الدولة العلوية الحكام الحاليين القصر قديم جدا قعد تمشى وين المرشد كان يقول معلومة قال هذا القصر قبل سنتين صار فيه إفنت أو حدث أو فاشن شو لشركة ديور مالت الأزياء خذوا المكان هذا وحولوا بالكامل مهيئ بأكثر من 9000 شمعة مثل ما وصف وشبة ونار هنا وصار فيه حفلة هنا في هذا المكان شفت الفتحات هذي اللي فوق كلها يقول هذي عبوها كلها بالشموع صار المكان بالليل جميل جدا بحاولة دور الصور أو الفيديوهات القديمة وحطها لنفس الحدث من نفس المكان واحدة من الجولات حاليا مصنع للعطور ومثل ما قلت لكم كالعادة الأبواب ما توحي تشوف الباب عادي وبسيط وتشوف داخل حتى المدخل تشوفه شلي عادي لكن تلقى شي داخل كبير من عاشر العطار نال من عطره من عاشر العطار نال من عطره ومن عاشر الحداد نال سواده نال سواده نال بعدين سواده من أشياء الجميلة في البيوت المغربية اللي بنصر بين الله الله الأخبر المغرب مرحبا بك